بعد إعلان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية عن أرقام اعتبرت صادمة تتعلق بنسب الإنجاز بدأت قوى وكتل سياسية مختلفة الحديث عما تصفه بالبديل المفقود لرئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي في حال سحبت الثقة منه ومع تصاعد هذا الحديث خلال الأيام القليلة الماضية على وقع تصدع في تحالف الفتح وخلافات داخل ميليشيات الحجد وتحركات زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لضم نواب جدد إلى جبهته المعارضة عدى الكلام عن بديل لعبد المهدي الذي اتفق عليه بعد أزمة طويلة حول الكتلة الأكبر التي يمكنها تشكيل الحكومة وفي ظل تنافس أمريكي إيراني تمخضت يومها فولدت مرشح تسوية اسمه عادل عبد المهدي مسؤولون وأعضاء في البرلمان تحدثوا عما وصفوه بأيلول ساخن تستعد له كتل سياسية مختلفة لفتح ملف البرنامج الحكومي خصوصا على مستوى الخدمات ومعدلات الفقر والبطالة المتصاعدة بيد أن أبرز ما يؤخر طرح موضوع سحب الثقة من عبد المهدي هو انعدام البديل ولعل الأخير يعي ذلك ومطمئن إلى أنه سيكمل سنواته الأربع مؤاخذات كبيرة سجلتها الكتل السياسية طوال الأشهر الماضية على أداء عبد المهدي ليس على مستوى البرنامج الحكومي فقط إنما أيضا بسبب ضعفه في كثير من الملفات المتعلقة بميليشيات الحجد وصلاحياتها اللامحدودة وتنازلاته المالية لكردستان العراق وكذلك ملف المناصب وتقريبه قيادات وشخصيات من المجلس الأعلى خصوصا السابقين بهدف ضمان حصوله على تأييد رفاق الأمس ضد أي محاولات للإطاحة به بينما يبقى العامل الخارجي عائقا آخر أمام أي تغيير فالخطوة تتطلب ضوءا أخضر من طهران التي وجدت من الرجل رضوخا وانصياعا تاما أما بالنسبة للأمريكيين فلم يعد مفضلا لديهم بحسب ما يراه المراقبون القيادي في تيار الحكمة صلاحي العرباوي أكد أن أهم معرقلات سحب الثقة من حكومة فاشلة هي مسألة اختيار البديل التي قد تستغرق وقتا ما يدخل البلاد في شلل حكومي بينما يؤكد القيادي في اتلاف النصر على السينياد أن هناك قوة سياسية مؤثرة بدأت بالتحرك من أجل إيجاد البديل وهو أمر بحاجة إلى توافق سياسي عراقي وإقليمي ودولي لاختيار رئيس حكومة جديد يكمل سيرة الفشل المزمن الذي أسست عليه العملية السياسية منذ الاحتلال والمفتقدة لكل معايير النجاح مهما تغيرت الوجوه واستبدلت المناصب